اشهد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول رئيس مجلس الوزراء بمواقف فخامة الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي والتي اكدت استعداد الحكومة اليمنية التام وجهزيتها الكاملة للعمل السياسي واستئناف المشاورات السياسية على اساس المبادرة الخليجية وقرار مجلس الامن 2216 بما يحقق لليمن ولشعبه لاستقرار المستدام واكد سموه وحفظه الله لدى لقاء سموه اليوم في اطار منتدى حوار المنامة سعدت سيد رياض ياسين وزير الخارجية بجمهورية اليمن الشقيقة ان مملكة البحرين ستظل ملتزبة بدعم اليمن الشقيق والمساهمة في كل الجهود الانسانية الرمية لتخفيف معاناة الشعب اليمني وترسيخ الاستقرار في جميع انحاء البلاد وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في التنمية والتقدم ورحب سموه بمشاركة وزير الخارجية اليمن في اعمال منتدى حوار المنامة الذي يعد من اهم الملتقيات الدولية التي تعنى بالامن الاقليمي والدولي من جانبه اعرب سعدة سيد رياض ياسين عن شكره وتقديره لمملكة البحرين ملكا وحكومة وشعبا على مواقفها النبيلة تجاه اليمن وشعبه مشيدا بدور البحرين الهام في دعم الامن والاستقرار بالمنطقة موسيقى موسيقى موسيقى